تواصل حكومة إقليم كردستان مساعيها للوصول إلى ضمان مشاركة أكبر عدداً من الناخبين وشمول الأعمار الجديدة ممن يحق لهم المشاركة والإدلاء بأصواتهم لتعزيز العمليات الانتخابية وضمان ديمقراطيتها وقد عقد مكتب أربيل مؤتمراً صحفياً للإعلان عن عملية التسجيل البيومتري وتوزيع بطاقة الناخب الإلكترونية مؤكدين إطلاق حزمة إجراءات جديدة وفتح مراكز لاستلام بطاقات بيومترية طويلة الأمد ستشمل قرابة 25 ألف نازحين في أربيل تم فتح مراكز تسجيل لمرحى التسجيل البيومتري وتوزيع بطاقات طويلة الأمد واعتباراً من 2023 في 2022 ولكون مكتب أربيل مؤمن بأن الإعلام له دور كبير جداً في توعية الناخبين وتوعية المواطنين بضرورة تسجيل البيومتري وكذلك استلام بطاقاتهم طويلة الأمد فقد تم استخدام الإعلام كواجهة للمكتب من خلاله تم اتصال مع المواطنين وتثقيف المواطنين للذهاب إلى التسجيل البيومتري واستلام بطاقاتهم وهناك آليات وإجراءات سوف يقوم السيد المعاون الفني بشرح الآلية والإجراءات نحن كمحافظة أربيل 25 ألف نازح موجود بالمحافظة أربيل والمسجلة البيومتريا والحصر سوياها والأيام القادمة إن شاء الله نوزع البطاقات النازحين بالمراكز تسجيل ترجمة نانسي قنقر